أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي والطبي في المحافظة بجانب دعم المحافظة بطاقة طبية على أعلى مستوى للمشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شال الأطفال أضف شوشة أن التطعيم مجاني وليس له أي أثار جانبية وأشار إلى أن الحملة حققت خلال يومين ماضيين نسبة 83% من إجمالية عدد الأطفال المستهدفين وبلغ عدد الأطفال 105 922 طفلا وطفلة من سن يوم حتى عشر سنوات وناشد المواطنين بتطعيم أطفالهم حفاظا على مصر خالية من مرض شال الأطفال واحتواء أي فيروس وافد لفتا إلى الحملة مستمرة خلال اليومين المقبلين